نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحجد والقوات الماسكة للأرض عملية أمنية للتأمين على مناطق البعيج والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي وشارك بالعملية اللواء الحادي والخمسين وفوج التأخي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين للحجد الشعبي ووحدات من الجيش إضافة إلى قوات سوات من شرطة المحافظة وشملت العملية مسح وتفتيش مناطق البعيج والحاوي وجزرات الداموك المحاذية لنهر دجلة لتأمينها بشكل كامل وتطهير وتأمين المناطق الوعرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية